أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف التزام مصر بمواصلة إصلاحات التعليم والتركيز على تعزيز المهارات الحياتية جاء ذلك خلال لقاء مساعدة مدير عام التعليم بمنظمة اليونسكو ستيفانيا جيانيني على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس لبحث سبل تعزيز التعاون المتبادل مع اليونسكو في مجال التعليم قبل الجامعية وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المشروعات المستقبلية للوزارة والتي تشمل تقديم الخبرات في تطوير منهج العلوم والرياضيات واللغات في المرحلة الثانوية وإنشاء منصة تعليمية باعتماد اليونسكو مع تدريب المعلمين والطلاب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودعم التعليم الفني بجميع جوانبه بالتعاون مع الشركات العالمية